استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الاسخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وعدد من كبار المسؤولين واستعرض جلالة الملك المفدى في بداية اللقاء النتائج الطيبة للقاء تشاوري السابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وأشهد جلالته بنجاح هذه اللقاءات والقمم المباركة التي ستسهم بمشيئة الله في توطيد علاقات الشراكة الوثيقة والتعاون المشترك ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم مؤكدا رعاه الله أن هذه اللقاءات ستؤسس لمرحلة جديدة ومنطلقا لتعزيز أمن واستقرار دولنا وشعوبنا ومواجهة مختلف التحديات الراهنة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات متلاحقة وأشهد جلالة الملك المفدى في هذا الجانب بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألسعود حفظها الله ودورها في تعزيز مكانة وقدرات الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن مصالحها وحرصها على تماسكه ووحدة الصف واجتماع الكلمة بين الأشقاء مؤكدا أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تمثل الركيزة الأساسية في حفظ أمن واستقرار المنطقة وصمام أمانها كما نوه جلالته بلقائه المثمر والناجح مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ستنعكس أثاره الإيجابية على توثيق العلاقات الاستراتيجية القوية البحرينية الأمريكية كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي على كافة المستويات والتي تخدم مسيرة النهضة التنموية لكل ما من شأنه تقدم ورفعة الوطن ومصلحة المواطن والحرص على كل ما فيه خير وأمن الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وأثنى صاحب الجلالة على الدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في نهوض بالأداء ودعم منظومة العمل الحكومي والارتقاء به إلى مرحلة جديدة من التميز لتقديم أفضل الخدمات وتيسيرها للمواطنين والمقيمين هذا وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك هنأ جلالته حفظه الله أبناء مملكة البحرين الكرام وكفت المقيمين على أرضها الطيبة بهذا الشهر الفضيل سائلا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالصحة والخير والبركات والمسرات ترجمة نانسي قنقر